طوابير طويلة يقف فيها سائق هذه الشاحنات أمام دائرة السايلو في محافظة ديالة لتسليم محصول الحنطة لهذا العام بعد أن وضعت الدائرة العديد من العراقيل في طريق الفلاحين لاستلام محاصيلهم وعلى الرغم من ضرورة تسويق المحاصيل في يوم حصادها وخزنها في سائل المحافظة للحفاظ على جودتها إلا أن الفلاحين أمامهم عدة أيام لتسويق محاصيلهم أصال لثمت أيام أنا طابق بالسرع ها الكتاب ما طالع ها الكتاب ما طالع أبو الخان كذلك هميا تروح لسأله مع الخان يوم الثاني قال لك الكتاب ما طالع لعد الناحية مع الخان بنساعد كليته يصرفون لها عشر سيارات الفلاحون أرجعوا أسباب التأخير في استلام محاصيلهم إلى الإزدواجية في تعامل موظفي الدائرة الزراعية معهم فضلا عن تعرضهم لعمليات ابتزاز واستغلال من قبل موظفي تلك الدائرة صار لعشر تايام موقفوا هنا وسيارة مطب كتاب ما جاء يطلع حطين حج يقولون سرع زين أجوا وراي وطبوا وسوقوا وأنا بعد ما مسوق تعطيل استلام المحاصيل يكلف الفلاحة الكثير من المبالغ الإضافية ما بين أجور نقل وغرامات تأخيرية وغيرها الأمر الذي ضاعف من معاناتهم الأساسية أبو اللي ترى لأخذ مئة آلف يومية هذا عمو مية خمسة وسبعين تأخير كاروة مستععش منطين كتابنا ما يطلع حين ذا نبنى وبينما تشكل الزراعة عنصرا مهما من عناصر النهوض بالاقتصاد لأي بلد تحارب الحكومة ما تبقى من القطاع الزراعي بعد أن تحول العراق من بلد زراعي منتج إلى مستورد لجميع المنتجات الزراعية من دول الجوار